صباح الخير طلاب المدرسة الوطنية الأمريكية الصف الأول السنة سوف نشرح اليوم مادة التاريخ الدرس الرابع من حضارة بلادنا بين النهرين وهو بعنوان الدين والأدن لكن سوف نشرح فقط في هذا الدرس وهو المطلوب هو الدين أهداف الدرس أولا الدين الآلهة الصلاة والآيات الحياة الثانية أولا الدين واحد الآلهة بدأت شعوب بلاد ما بين النهرين العبادة باك فمنذ أصول ما قبل التاريخ قدستت الحيوانات المفيدة منها والضر مثل الصور والأسد والأفاعي كما قدست قوى الطبيعة كالأنهار والجبال والغيوم والكواكد وقد ورث السومريون ممن سبقهم كما أسروا في من خلفهم سموا بالمفهوم الديني وأعطوا الآلهة مذات البشر ورتبوها بشكل العائلة وأصبحت الظواهر الطبيعية تعبد لجوهرها فمثلا يعبدون الجبل لأنه مسكن الإله أو رمزا له وأصبح الحيوان تابعا للإله فالصور مثلا يدبع الإله حدد وكانت الآلهة كثيرة فلكل مدينة إلها أو أقصد والمدينة التي تنتصر على الأخرى تفرض عبادة إلهها وقد ورد في مكتبة أشور بنيبال في نينوى ذكر حوالي 2500 إله وكان إله المدينة يقبل معه آلهة أخرى مما حد من التعصب الديني وساهم في تعدد الآلهة وقد أراد حمرابي أن يوحد الديانة في إله واحد فرفع من شأن مردوخ إله باب وجعلوا من البشر أبطالا ورفعوهم إلى مصاف الآلهة مثل جامش وهو أحد ملوك أرق القدماء ونسجوا الأساطير الكثيرة حول الآلهة وقد ظهر أسر الدين في الأدن ومن الآلهة من يريد الخير للبشر ومنها من يريد الشر ويحيط بالقون أرواحا كثيرة منها خيرة ومنها شريرة توقع بالإنسان والإنسان عاجز لا يستطيع إلا أن ينظر نحو الآلهة بالخوف وأن يتقدم منها بخشوع ويسعى ليكتشف رغبتها بواسطة السحر والتنجين اعتبروا أن الإنسان مدين للآلهة بوجوده على الأرض وبحياته فعليه الخضوع التام وبالصلاة وبتقديم الهدايا والمأكلات من لحم وفواته ومشروبات لذا بنوا المعابد وكانوا يقومون بالاحتفالات الدينية كل يوم يورتلون الأغاني والأناشيد ويعزفون الموسيقى وكانت أعظم أعيادهم تجري بمناسبة رأس السنة في مطلع الربيع وستستمروا عدة أيام وتجاوبا مع الواجب الديني كان لابد من بناء المعابد الفخمة ولابد من وجود الكاهنة الذين شكلوا طبقة مهمة ذات نفوذ واسع وكان الكاهنة على طبقات وهم من نوعين زكور وإنس على رأسهم كاهن أكبر يمثل الملك هم خيرة القوم منهم الكتاب العلماء المنجمون لهم دور واسع أخيرا الحياة الثانية لم يكن لهم فكرة واضحة عن مصير الروح بعد الموت فإن الآلهة وحدها أعطت نفسها ميجة الخلود أما بالنسبة إلى الإنسان فالجواب غامل وليس واضحا إنه يتمتع بالحياة الثانية حتى بالنسبة إلى المروض وهناك نجد فرقا بين الحضارة المصرية وحضارة بلاد ما بين النهرين بأن الفراعنة أو الملوك المصريين كان منذ تتويجهم يعتبروا إلها ويحصلون على الحياة الآخرة لكن في بلاد ما بين النهرين هذا الأمر لم يكن موجودا لأن الملوك هم يمثلون الآلهة في حكم البشر لكنهم ليسوا آلهة بعد الموت قد يكون السومريون آمنوا بنوعا من الحياة الثانية فبضعوا بعض الأدوات في مقابر أول يستدل من بعض النصوص بأنهم اعتقدوا أن الروح تنفصل عن الجسد وتتيه في الأجواء ناقمة عن الأحياء تحاول الإقاعة بهم ويهده غضبها إذا أحسن الأحياء معاملة الجسد فأمنوا الدفن والمقبرة لهذا كان الزواج والأولاد واجبا مقدسا هنا الرجاء الانتباه إلى ما كنت بتدوينه في هذا الفيديو وعليكم تصطير كل ما هو مطلوب في هذا الفيديو على كتابكم لأنني قمت ببعض الاختصار